توجه خادم الحرمين الشريفين إلى القاعة الرئيسة للمنتدى الاستثماري السعودي الصيني حيث تشرف رجال الأعمال السعوديين المشاركين في المنتدى بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة شاهد والحضور فيلما مصورا عن المملكة العربية السعودية ورؤيتها 20-30 وكذلك عن مبادرة الحزام والطريق الصينية إضافة إلى التجربة الاقتصادية السعودية في الصين والقواسم المشتركة في تشجيع بيئة الاستثمار المشترك بين البلدين الصديقين ثم ألقى وزير الاقتصاد والتجارة الصينية شونج شانج كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين وبالحضور معتبرا أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين والرفع من مستوى التعاون وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري ومشيرا إلى أن الصين تبذل جهودها كافة لتنمية العلاقات مع المملكة وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين ومبادرة الحزام والطريق هذا أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عدد الفقيه أن المنتدى الاستثماري يعد خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي امتد لعقود طويلة بين المملكة والصين وضف فقيه أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الماضية حراكا كبيرا على كافة المستويات نتج عنه تشكيل اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى والتي يرأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس المزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وستعمل هذه اللجنة على تحقيق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة جمهورية الصين الشعبية الحزام والطريق حضر الحفل والمنتدى صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار وخادم الحرماني شريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن الثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبال وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي كما حضره صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مجرن بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمول الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمول الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز كما حضره أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي اشتركوا في القناة